اهلا بكم اعلنت المملكة العربية السعودية فتح جميع الموانئ والمطارات في المناطق الخاضعة للتحالف الشرعي في اليمن في غضون 24 ساعة جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده سفير السعودية في الأمم المتحدة عبدالله المعلمي والذي شدد على ضرورة وضع آليات لمراقبة الموانئ الخاضعة للانقلابيين لوقف تدفق الأسلحة والذخائر لميليشيات الحوثي يتي هذا التطور قبل أيام من انعقاد جلسة طارئة لوزراء خارجية الدول العربية لمناقشة الاعتداء الحوثي على رياض والتفجير الإرهابي لأحد خطوط النفط في البحرين التطورات السياسية والأمنية في المنطقة وسيناريو المرحلة المقبلة وما يمكن أن يصدر من قرارات من اجتماع الجامعة العربية كل ذلك سيكون ضمن محاور حلقتنا للليلة ابقوا معنا منذ أطلق التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عمليات عاصفة الحزم بطلب من الرئيس عبدرب منصور هادي حرصت قوات التحالف على بدل كل الجهود الممكنة لتفادي وقوع إصابات بين المدنيين أو تعريضهم لأي أضرار إلى جانب الحرص على تجنب إلحاق الأضرار بالمنشآت والبنى التحتية في البلاد وخلال سير العمليات العسكرية وما تبعها من تحرير لمساحات كبيرة من الأراضي اليمنية من أيدي ميليشيات الحوثي وصالح كان حرص التحالف العربي منصبا في المقام الأول على بدل كل جهد ممكن ومحاولة تسهير حياة المدنيين بطريقة طبيعية بل وحرص التحالف على تقديم الرعاية والمساعدة الغذائية والطبية لكل أبناء الشعب اليمني وحرصا على استمرار تدفق السلاع خصوصا المواد الطبية والغذائية أعلن السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلم عن نية التحالف فتح جميع الموانئ والمطارات في مناطق الحكومة الشرعية والتي تقرر إغلاقها في وقت سابق عقب محاولة الميليشيات الإنقلابية استهداف الرياض بصاروخ باليستي وأكد المعلم على ضرورة إرسال مراقبين دوليين إلى الموانئ التي تخضع لسيطرة الميليشيات الإنقلابية ضمانا لعدم استقلالها في تهريب الأسلحة إلى الداخل اليمني يحدث هذا قبيل أيام من انعقاد الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول العربية والذي دعت له المملكة العربية السعودية لمناقشة العمل العدواني الذي تعرضت له الرياض من قبل الميليشيات الحوثية والعمل الإرهابي الذي تعرضت له البحرين بتفجير أحد خطوط أنابيب النفط ترقب حذر وتطورات متسارعة تشهدها المنطقة بانتظار قرارات حسمة تجاه تغول الإرهاب الإيراني عبر أذرعه وميليشياته وإصرار طهران على تزويد تلك الميليشيات بالأسلحة والمعدات العسكرية لتهديد الأمن القومي العربي والتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد ويسرني أن أرحب بضيفي في الاستيديو عضو مجلس الشورى السيد أحمد الحداد سيد أحمد يعني إعلان السعودية عبر سفيرها في الأمم المتحدة إعادة فتح الموانئ والمطارات وغيرها يعني الخضاع بالتأكيد للشرعية في اليمن بعد محاولة استدافة الرياضة طبعا بالصاروخ الباليستي كيف تقرأ هذا الإعلان في الواقع يعني شكرا أن أخت سمر هذا ينم على أن المملكة العربية السعودية ملتزمة بالقوانين الدولية وبالقانون الدولي الخاص بالحروب القانون الدولي الخاص بالحروب يسمح للدول المتحاربة بفرض حصار بحري جوي أرضي بري في خصوص الدولة المعادية طبعا ما عدا السلع الإنسانية مثل ما اطلق لها التقرير من أدوية وأغذية إلى آخره فهي من المملكة السعودية من هذا المنطلق فهي ملتزمة بمثل هذه الأمور الإنسانية واعتقد أن هذا يعني يصب في صالح المملكة العربية السعودية والتزام هناك طبعا نوع من التخوف وكما ذكر يعني ندوب المملكة العربية السعودية في الولمتحدة في نيويورك عبدالله المعلمي بأننا نريد أن نتأكد بأن هذه الأشياء التي تدخل اليمن عن طريق ميناء الحديدة إلا هو يدخل في هذه السلع 80% من احتجاجات اليمن الحياة الغدائية وغيره 80% يدخل من ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون وجماعات علي صالح فهم يريد أن يتأكدوا هذا من حقهم يعني في الولمتحدة لا تمانع في ذلك نحن نريد أن نتأكد أنه ليس هناك تحريب للسلاح الذي سوف يساعد هؤلاء على إطالة الحرب اسمحني أن أنتقل إلى ضيفي عبر الساتيلايت من عمان المحلل السياسي والخبير في الشؤون الإيرانية دكتور نبيل لعتوم سيد نبيل جميعنا على أبواب مرحلة قادمة ننتظر الاجتماع الطارع الذي سيعقد يوم الأحد المقبل يعني بغض النظر عن القرار الذي سيخرج عن اجتماع وزراء الخارجية ما مدى القدرة على تطبيق أي قرار سيخرج عن الجامعة العربية في المرحلة المقبلة مساء الخير سمرلة تحية لك ولضيفك العزيز لا شك يعني أنه لابد من الخروج بقرارات رادعة ضد إيران نحن نتحدث عن جملة من القرارات وجملة من المحاور المحور الأول هو وقف إيران للتدخل في أزمات المنطقة ومحاولة إشعال الحريق الإقليمي أكثر من أي وقت مضى كما تعلمين إيران استغلت مدخل الأزمة اليمنية لتهديد الأمن القومي العربي وتهديد أمن دول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص الآن تمكنت إيران من تهريب السلاح الصاروخي إلى الحوثيين هذه الجماعة الإرهابية وتم إطلاق منذ بداية عاصفة الحزم لغاية إطلاق الصاروخ على الرياض تم إطلاق 81 صاروخ على المملكة العربية السعودية من ضمنها صاروخين لاستهداف مكة المكرمة وهذا تهديد صارخ طبعا للمقدسات وإيران تريد من وراءه خلط الأوراق وممارسة سياسات عبثية هدفها إدخال المنطقة بمزيد من الفوضى الأمر الثاني أيضا دعم إيران للإرهاب كما تفضلت إيران ممعنة للأسف الشديد في إنشاء الخلايا النائمة في محاولة التدخل في أشؤون الداخلية للدول الأخرى من ضمنها في أمن مملكة البحرين قبل أقل من يومين شاهدنا استهداف أنبوب للنفط وبالتالي استهداف للبنية التحتية في رسالة واضحة أن إيران هذه الدولة للأسف الشديد تسعى إلى التخريب وممعنة أيضا في هذا السلوك العدواني ضد الأمن البحريني وأمن دول مجلس التعالي نعم دكتور نبيل تعقيبا على ما ذكرت يعني رغم كل التطورات يعني لا تزال إيران تواصل العدوان وتصعيد الموقف عبر الأذرع الإرهابية طبعا كان أخرها ما ورد في خطاب حسن نصر الله بميليشيا حسب الله توجيهات اتهمات للدول العربية إلى ماذا تسعى طهران من هذا التصعيد سمر إيران تسعى إلى إشعال المنطقة هي تعتقد أنه بإشعالها مداخل الأزمات الإقليمية من خلال ما يعرف بحروب الوكالة تخضع الخصوم المنافسين الإقليمين للجلوس على طاولة المفاوضات والقبول بما تريده إيران يعني هي دخلت إلى الوضع الداخلي في دول مجلس التعاون الخليجي كان هناك سابقا خلية العبد لأكبر مثال على التدخل الإيراني الصارخ واستخدام مكلاة في المنطقة لا سيما حزب الله على اعتبار أنه هو يمثل ما تستلع عليه إيران بشبكة الأمان أو أحد أذرحها القوية لإثارة البلبلة والصراعات واللعب على الأوتار الطائفي والمذهبية داخل هذه الدول إضافة إلى ذلك إيران من خلال طبعا هذه الأزمات تريد أن تحقق جملة من الأهداف من أبرزها تحقيق المشروع الإيراني والهيمنة الإيرانية إيران استغلت مدخل الأزمة العراقية للعبور إلى الأزمة السورية في محاولة بائسة لإنشاء ما يسمى بالخط البري أو ما أطلق عليه حبيب الله سياري قائد البحرية الإيراني الذي تم تنصيبه قبل أيام مساعدا لقائد الجيش الإيراني رحلة العبور إلى المتوسط وبالتالي إحكام السيطرة والهيمنة تنفيذا للمشروع الإيراني نحو دولة أقليمية عظمى بحلول عشرين ثلاثين إيران تسعى إلى تحقيق أيضا ما يسمى بفكرة خطيرة جدا اعتبار نفسها أنها المركز للعالم الإسلامي من خلال تطبيق نظرية أم القرى التي تسعى أن تصبح إيران هي المركز وهي الثقل للعالم الإسلامي وهذا الأمر طبعا لن يتحقق لأنه إيران بهذه السياسات العبثية تريد أن تدخل المنطقة في أتون أزمة جديدة صحيح ابقى معنا دكتور نبيل سأعاود النقاش معك ولكن أنتقل إلى ضيفي عبره في الستيديو سيد أحمد ما هي الأليات التي من الممكن اتخاذها لوقف تدفق السلاح الإيراني إلى داخل اليمن طبعا قرار التحالف العربي بقيادة المملكة السعودية بوقف السلع أو المساعدة الإنسانية خلال الأيام الأخيرة هي رسالة واضحة إلى الحوثيين وللدول الأخرى التي تعنى بهذه الموضوع بأن لدينا وسائل وآليات للتحقق والتأكد من عدم تسريب السلاح إلى الحوثيين وطبعا رئيس صالح في اليمن صحيح طبعا هناك أمور أخرى هناك طبعا البحرية موجودة حول اليمن هناك المراقبة من الجو مثلا طائرات تراقب في كلها آليات تستطيع دول التحالف العربي من خلال أن تتأكد من عدم تسر ولكن بالرغم ذلك ربما تحدث بعض التسريبات هنا وهناك لأن اليمن سواحلها كثيرة وواسعة وهناك دول ربما تتعاطف مع هؤلاء فيحاولون بكل ما يستطيعون أنهم يمنعوا تسرب السلاح إلى اليمن طبعا سأنتقل إلى الدكتور نبيل العتوم حقيقة على الرغم من جميع ما ذكرت فيما سبق ورغم الاستنكار الدولي لعمليات الإرهابية الأخيرة في المنطقة لكن لم نرى أي حسم في إمكانية اتخاذ إجراءات فعالة ضد النظام الإيراني يترى ما هي الأسباب حول ذلك السؤال مهم سمر أنا أعتقد أنه على الرغم من إصدار استراتيجية ترامب ترامب استخدم سابقا منذ توليه سدة الرئاسة في البيت الأبيض إيران دولة رعي الإرهاب استخدمها 34 مرة لكن في خطابه الذي عرض الاستراتيجية لمواجهة إيران لم يتحدث مثلا على سبيل المثال بإدراج الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابي وهذا أثار كثير من التساؤلات نعم ربما تقصد الولايات المتحدة الأمريكية من خلال ذلك التساوق معما فكرة الإصلاحيين والوضع الداخلي في إيران والرهان على ما يسمى بالتغيير من داخل إيران على اعتبار أنه حتى الرئيس حسن روحاني يعتبر الحرس الثوري الإيراني يعتبره بأن حكومة تحمل مدفع وطلبها بالابتعاد عن السياسة والاقتصاد لكن في واقع الأمر أعتقد أنه لا بد من إجراءات عملية فعالة خاصة أننا نتحدث عن مجموعة من الاستراتيجيات العربية الرديفة من خلال جملة من الجوانب الموضوع الأول نجاح المملكة العربية السعودية في إنشاء ما يسمى بالتحالف الإسلامي المكون من 34 دولة وهو البنية الأساسية الإقليمية لمواجهة النفوذ الإيراني المتعاظم في المنطقة ثم بعد ذلك عاصفة الحزم وخشية إيران من وجود عاصفة حزم جديدة تقوم بالاتجاه نحو سوريا أو لبنان أو غيرها من الدول التي تحاول أن توظف إيران كمدخل أو كرأس حرب لتهديد الأمن القومي العربي أعتقد أن مؤتمر الوزراء الخارجية العرب هو فرصة مناسبة لحث الأطراف الدولية على ضرورة التبني استراتيجيات رادعة وواضحة وآليات يمكن تطبيقها لمواجهة النفوذ الإيراني الآن الرئيس الأمريكي نقل الملف تفضل تفضل نعم تفضلي نقل الملف إلى الكونغرس نعم تفضل سيدي التقارير الصحفية تشير إلى وجود استياع كبير في العالم ككل من ميليشيا الحوثي في العاصمة اليمنية يعني كيف يمكن أن نوقف المد عبر أو مد الأسلحة إلى ميليشيا الحوثي في اليمن عن طريق إيران أنا بعتقد لابد من إجراءات إقليمية ودولية رادعة الآن خطوات السعودية الأخيرة بغلق المجال الجوي والبحري هي خطوة في الاتجاه الصحيح لأن إيران انتهجت سياسة تهريب السلاح وعرضت لفكرة من خلال حسن نصر لما أتحدث به من فكرة رديئة أعتقد أنها لا تنطلع على أحد أن الحوثيين قادرين على صناعة الصواريخ وقادرين على صناعة الطائرات المسير وهذه كذبة كبرى إيران نجحت باختراق المدخل الأزمة اليمنية فعلياً ونجحت بإيصال الصواريخ عن طريق تفكيك هذه الصواريخ ثم تركيبها الحوثيين قبل أيام قليلة قاموا بعرض ما يسمى بالصواريخ الحرارية لاستهداف أهداف بحرية وهذا سوف يشكل تهديد خطير ومهم بالنسبة للأمن البحري في خليج عدن والبحر الأحمر وبالتالي أعتقد أنه لابد من سياسات دولية لابد من تكاتف الجهود الدولية لأنه هناك توجيهات أمريكية من إدارة ترامب بمحاولة إحكام الحصار ومنع قطاعات البحرية سأتحدث معك عن وجهة نظر أمريكا ولكن دعني أنتقل إلى ضيفي في الستيديو سيد أحمد ما هو السيناريو المتوقع في المرحلة المقبلة خاصة مع محاولة إيران دائما بث الإرهاب عبر أذرعتها في منطقة الخليج العربي طبعا ربما الصورة معقدة نوعا ما طبعا مشكلة اليمن ليست بعيدة عن مشكلة الشرق الأوسط ليست بعيدة عن الوضع في سوريا ليست بعيدة عن الوضع في العراق يعني كل هذه أمور مرتبطة وليست بعيدة عن مشكلتنا الرئيسية اللي هي فلسطين هي هي المشكلة الأساسية في الواقع كل هذه الأمور مرتبطة معنا يعني لا يمكن إحنا نفصل ما يجري في اليمن ما يجري في سوريا والعراق وفلسطين المحتلة إلى آخرها هي يعني مسألة ليست بالسهولة ليست مسألة معقدة تريد لها جهود أقليمية عربية إسلامية دولية يعني أنا أتوقع في المرحلة القادمة إن شاء الله هذا التوتر يهدأ بعض الشيء أعتقد بأن لو المتحدة طبعا والدول الأخرى ما فيها الدول الكبرى والدول الفاعلة في التحالف العربي أن يقوموا بمبادر تقوم بها المتحدة من جديد يعني إسماعيل والد الشيخ أحمد إلا هو مبعوث في الممتحدة لليمن كان له دور كبير وأمير الكويت استضافي لمدة شهرين جميع الأطراف وكادوا أن يتوصلوا إلى اتفاق نهائي لو لا إصرار الطرف الآخر في اليمن على عدم القبول بما طرح يعني أنا لا أستبعد وهناك حديث كثير الآن يجري بأن يقوم ولد الشيخ إسماعيل ولد الشيخ أحمد بمبادرة جديدة بطلب المجلس الأمين والأمم المتحدة لأننا في الواقع وإنقصنا الآن هو السلام صحيح يعني الحروب لن تجدينا فعلا سنعود لهذه المبادرة مبادرة السلام ولكن دانيا أنتقل إلى ضيفي عبر ستلايت دكتور نبيل دكتور نبيل ذكرت أن أمريكا تتبع سياسة جديدة وهو ما تم إعلانه من قبل سياسة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب ما هو موقف أو استراتيجية أمريكا المقبلة تجاه إيران؟ أنا أعتقد أن استراتيجية سوف تكون ضمن مجموعة من الاتجاهات الاتجاه الأول فرض مزيد من العقوبات على إيران وأمل أن تكون هذه العقوبات سمر هي عقوبات ذكية بمعنى استهداف صلب النظام الإيراني الآن وهنا أقصد الباستيران أو الحرس الثوري الإيراني على اعتبار أنه هو الذي يرعى الإرهاب وتصديره إلى الخارج ويشرف عليه كان هناك قرار في 15 أغسطس من هذا العام مجلس الشورى الإيراني دعم الحرس الثوري الإيراني ودعم باتجاه تسريع البرنامج الصاروخي الإيراني بـ 520 مليون دولار الآن الحرس الثوري الإيراني يسيطر من خلال مؤسسة خاتم الأنبياء على 853 شركة اقتصادية هي التي تدير الاقتصاد الإيراني وبالتالي استهداف الحرس الثوري واعتباره منظمة إرهابية بشكل واضح وصريح هذا سوف يكف يد إيران وسوف يسهم في الحد من النفوذ الإيراني الأمر الثاني فرض عقوبات واضحة على سلاح الطيران الإيراني بمعنى المؤسسة المدنية الإيرانية مؤسسة الطيران هذه الراعي الرسمي لتصدير السلاح ونقل الميليشيات والمرتسقة إلى مداخل الأزمات الإقليمية لسيما الأزمة السورية وبالتالي نحن أمام تحدي نعم دكتور نبيل عتم وضحت الصورة واسمح لي لضيق الوقت المحلل السياسي والخبير في الشؤون الإيرانية الدكتور نبيل عتم شكرا جزيلا لك كنت معنا من عمان وعودة إلى ضيفي في الاستيديو كنت قد تحدثت عن مبادرات سلام ورجاء أن يكون الجميع في أمن هل نستطيع فعلا التعايش في أمن مع هذا التوجه الإرهابي من قبل دولة مثل دولة إيران؟ يعني الدول في سياستها تتبع المصالح وليس الأخلاقيات يعني لما تشوف المصلحة البلد أن أمشي في سياسة معينة الدولة راح تتبع هذه السياسة فالأمور ليست كما ذكرت يعني بالسهولة بالنسبة لليمان أو المنطقة ولكن لا أستبعد بأن تقوم المتحدة وخاصة الدول الكبرى الخمسة الفعالة في مجلس الأمن وطبعا المملكة السعودية ودول الخليج بالضغط على الحوثيين بأن يقبلوا بمبادرة جديدة تجنب المنطقة ويلات الحروب الآن مضى على الحرب في اليمن سنتين ونأمل أن تنتهي هذه الحرب لأن مثلا التحالف العربي أراد أن ينقض اليمن ويعمل على إزاحة الانقلابين في هذا البلد ويعيده إلى المحيط العربي واليمن يعني له دوره تاريخي وكذلك الدول الأخرى ولكن كما ذكرت أن موضوع اليمن هو مرتبط بعدة مشاكل في الشرق الأوسط ولا يمكن أن نعزل ما يجري في اليمن عن ما يجري في سوريا هذا هو سؤال سيدي سيد أحمد هو بالنسبة لموضوع اليمن ماذا عن ما حدث من تخريف البحرين منذ أيام ماذا عن الوضع في لبنان ماذا عن الوضع في سوريا حقيقة تتشدق إيران بأنها تستطيع أو أنها تمتلك أذرع إرهابية في المنطقة وذكرت في أكثر من مرة تواجدها المباشر في كل من سوريا والعراق واليمن وغيرها من البلدان هل يمكن أن نحاول كمنطقة خليج عربي أو كدول عربية أن نضغط على إيران في المحافل الدولية لوقف تعديها وإرهابها ضد الدول العربية وضد الآمنين في بلادهم سياسة حكومة البحرين منذ الاستقلال في السبعينات إلى الآن هي عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى وهي تطالب الدول الأخرى بأن لا تتدخل في شؤوننا يعني أحنا تاريخ البحرين الاستقلال إلى الآن لم نسمع أن البحرين تدخلت وعملت كذا 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 في أي دولة فأحنا نتمنى بأن الدول الأخرى تقوم بالاستماع إذا هذه الرؤية الواضحة بالنسبة للبحرين طبعا بالنسبة ما حدث من التفجير في بوري خلال أيام يوم الجمعة مساء يوم الجمعة طبعا كل فئات الشعب أدانة هذا الشيء مجتمع مجتمع البحرين مجتمع متحاب متسامح كل العائلات تعرف بعضها من العائلتين الكريمتين ولا نقبل إذا كان هناك خلاف بل خلاف يعني موجود حتى في العائلة ننفسها هناك خلاف بين أفراد هناك المجلس الوطني وبواب المسؤولين القيادة مفتوحة للجميع يعني ليس أفضل للبحرين من الحوار والتحاور والتواصل طيب بس البحرين يعني استاذ أحمد يعني لا يدى لها في شيء ولكن هناك تدخلات خارجية وراءها إيران السؤالي هو كدبلوماسي سابق حقيقة هل نستطيع أن نلاحق إيران قانونيا أو قضائيا عبر المحافلة الدولية يعني بدون شك يعني بالنسبة للبحرين أنا عملت في المتحدة سنين كثير عديدة يعني حسب ميثاق في المتحدة لأي دولة تشعر بتحديد أمنها الداخلي بأن تلجأ إلى مجلس الأمن هذا من حقها إذا مجلس الأمن رفض بسبب وجود دولة مثلا استخدمت الفيتو ممكن للدولة المعنية نقول بحرين مثلا أن تذهب إلى الجمعية العامة والمتحدة 194 دولة ممكن تطرح الموضوع ويناقش وتتخذ قرارات صح القرارات غير ملزمة ولكن أدبيا وتضع نوع من الضغط على إيران أو أي دولة أخرى تحاول مثلا العبث بأمن البحرين أو دولة ثم أسألك أيضا شؤال آخر عن الوضع في اليمن وعن طريق عملك في مسابك دبلوماسي هل تستطيع الأمم المتحدة أن تفرض مراقبة حاسمة على الموانئ والمطارات في اليمن أخ سمر هو الأمم المتحدة ممثلة في مجلس الأمن لأن مجلس الأمن هو السلطة المخل لها بأن تتخل عسكريا إذا تطلب الأمر إذا هناك تهديد للسلم إذا هناك تهديد للمواطنين فهناك حيثيات ومبادئ يمكن لمجلس الأمن أن يتدخل يعني مجلس الأمن في حالات كثيرة تدخل في الكونغو وفي العراق ووقف الحرب وفي الكويت والآخر مجلس الأمن هو السلطة الوحيدة التي يستطيع أن يتدخل كذلك يعني ممكن مثلاً لحل في الناتو الأمريكان لما غزوا العراق في 2002 لما غزوا العراق 2004 لم يستأذنوا مجلس الأمن دخلوا بقوتهم وكانت هناك إدانة كثيرة يعني حتى الدول الغربية فرنسا وغير ما كانوا موافقين على ما جرى يعني ممكن حتى الأمريكان يقومون بهذا الشي ولكن الأفضل والأنسب والأصلح أن تتم عن طريقة من المتحدة يمثل بمجلس الأمن طيب في قرار الأمم المتحدة يعني اسمح لي قرارة 22-16 في سنة 2015 يمنع منعاً باتاً التدخل أو مد أو بيع الأسلحة للحوثيين ولعلي عبدالله صالح وغيره إيران لم تلتزم بهذا القرار وهو ما هو واضح بالنسبة مما يحدث حولنا هل يمكن لمجلس الأمن أن تتخذ إجراء قانوني تجاه ذلك؟ يعني بإذا طبعاً إذا ثبت المجلس الأمن بأن إيران أو أي دولة أخرى تقوم بإمداد الحوثيين بالأسلحة مخالفة القرار مجلس الأمن نعم بإمكانة تتخذ إجراءات في هذا الشأن ولكن المشكلة تتمر كيف لنا أن نبرهن بأن دولة ما تقوم بتسريب الأسلحة الشكل ما ذكرت إليش اليمن حدود مع أعمان مع السعودية مع أريتيريا مع أثيوبيا مع يعني دول كثيرة وعند بحر وخليج ممكن حتى عن طريق إحنا نقول السفن الصغيرة واللنشاد ممكن يتهربين يعني من الصعوبة في مكان أنت يعني تمنعين بشكل كلي تحريب السلاح إلى اليمن فهذه مشكلة ولكن يعني بودنا إحنا ونتمنى إن شاء الله أن تقوم المتحدة بمبادرة جديدة ربما هالمرة تنجح لأن كادة المبادرة التي تمناها صاحب السمو أمير ذوت الكويت صباح الأحمد وطبعا هنا نريد أن نشكر حكومة الكويت عن المبادرة ونتمنى أن تقوم بمبادرة أخرى لأن اليمن هو جزء من خليجنا العربي ولا يمكن أن نقبل بما يجري يعني الكل يتألم بما يحدث في اليمن ربما لأسباب معينة ولكن يعني إحنا نتمنى بأن تقوم الأمم المتحدة أو القيادة في الخليج مثلاً أمير الكويت مثلاً لأنهم شهرين كما ذكرت حاولوا وكادوا أن يصلوا إلى حل لهذه القطة نعم طيب يعني سؤال أخير قبل أن ننهي هذه الحلقة يعني ماذا تتوقع أن ينتج من الاجتماع الطارئ اليوم الأحد لوزراء الخارجية العرب يعني رأي المتواضع سوف يكون هناك بيان يعني يطلبون من إيران لأن نشكرنا باللهجة البعض نشيل إدهان يعني في اليمن أو في البحرين أو دول أخرى وأن يعني تضع حسابها إلى حسن الجيرة وإيران دولة إسلامية وإيران يعني هي دولة موجودة جارة للخليج أبين أم فهي موجودة نعم فأحنا نتمنى أن يعني القرارات لح تطلع إلى الأحد القادم الاجتماع في زر الخارج أن تكون يعني تصب في صالح الوطن العربي ككل بأن يعني نأمل أن لا تقود إلى توترات أخرى يعني المنطقة لا تتحمل أكثر مما هي فيها الآن يعني الوضع لا يساعد الوضع الاقتصادي الوضع الاجتماعي فأحنا دائما يعني أنا دائما شكرا ما تقول متفائل إلى إن شاء الله بيوجد أرضية وطبعا إيران يعني ممكن النقاش ومتابعة المباحثة معها وهناك أعتقد بطريقة ما دول تقوم بهذا الدول وزير خارجية مصر سيد شكري كان هنا في البحرين يوم أمس وكان في دولة هناك أخبار بأن الرئيس السيسي يقوم بمبادرة لاحتواء التوتر الحادث الآن بين المملكة السعودية وبين إيران وهذا طبعا يجب أن نشجع مثل هذه المبادرات لأن هذه المبادرات سوف تقضي على التوترات سوف تبعد المنطقة عن الحروب التي شهدتها وتشهدها منذ سنين حقيقة نحن نتمنى كل الخير للبحرين ولدول الخليج العربية والدول العربية قاطبة ونتمنى أن تكف إيران أذرحها الإرهابية عن منطقة الخليج وعن دول العالم العربي ككل شكرا جزيلا لحضورك معي في الاستوديو سيد أحمد الحداد عضو مجلس الشورى وقبل الختام حفظ الله البحرين من كل مكروه نترككم مع ردود فعل المغاردين على تويتر والدور الإيراني في نشر الإرهاب والفوضى في المنطقة لقاؤنا يتجدد معكم في حلقة قادمة بحول الله إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة